الدرس الثاني من سلسلة تعلم تصميم الكروت شخصية باستخدام الفاتيشوب انا واقل محمد وهي قناتي على يوتيوب واقل محمد جرافيك ديزاين ويلا نبدأ مع بعض تصميمنا لليوم هو الكرت جدا بسيط جدا سهل كلاسيك وشي هذا هو الكرت الذي سنعمل عليه الوجه الأمامي والوجه الخلفي سنفتح مشروع جديد مقاس الكرت الذي تعرف عليه 9 سنتي عرض بخمسة أو خمسة ومص ارتفاع طبعا بالسنتيمتر بما انه للطباعة لازم الروزولوشن يكون 300 بيكسل على انش كلار المود او نظام الالوان لازم يكون CMYK اي شي حتنطبع دخل للمطبعة CMYK شي راح نعرض على الشاشات تلفزيون كمبيوتر لاب اي شي RGB تمام بما انه التصميم طبعا هو التعليم بس وللعرض على الشاشة فرح نخليه RGB ومنعمل Create بفتح لنا الكرت بهذا الشكل راح نستخدم لونين للكرت طبعا هذا هو اللون الاول وهذا هو كود اللون الثاني راح نلون الخلفية تبع الكرت طبعا بهذا اللون بهذا الشكل بعدين راح نروح على اداة الاشكال خيار المستطيل ونرسم مستطيل بهذا الشكل بشكل طولي تمام؟ اول ما نرسم بتفتح لنا هي النافذة لما نلاحظ هم في اربع خانات بنسحب من عند اي خانة هيك بهذا الشكل لحد ما يصيروا الزوايا المستطيل منحنية بهذا الشكل بعدين Ctrl A نروح على اداة التحريك بعدين بتفعل عنا هذا الخيار ونضغط على هذا الخيار اللي هو بسنطر لي الشيء اللي رسمته بمنتصف التصميم بعدين Ctrl D عشان نلغي التحديد بعدين بنسخ مرة تاني الشكل اللي عملته وبسحبه لفوق بهذا الشكل ركزوا معي الحركة اللي راح اعمله هلا انا بدي ارسم او اعمل هذا المنحني الفوضي تبع الشكل اللي عملته كيف؟ طريقة جدا بسيطة راح اكرر كمان مرة تالتة الشكل اللي رسمته هذا هو تمام؟ مثلا هذا ما راح استخدمه راح استعين فيه بس لا امسح او لا ارسم الشكل اللي بديه بعدين امسحه تمام؟ راح اجي اسحبه لتحت بهذا الشكل ممكن اغير اللون طبعه ونخليه اي لون مثلا اسحب لهون ارفع شوية لفوق ممتاز راح اعمل ماسك لهذا الشكل اللي فوق اللي بدي اعمل فيه المنحني الفوضي راح اعمله ماسك تمام؟ بعدين اضغط Ctrl و F اضغط على اللاير المستطيل او الشكل اللي بدي امسحه انا بهذا الشكل بعدين بروح على ماسك طبع الشكل اللي فوق هو باللون الابيض بروح على الادات الفرشاية بخلي اللون اسود مية بمية وبعدين بمسح بهذا الشكل بمسح اللي هو مو باين معي المسح لكن تحت هذا الشكل عم بيم مسح تمام؟ بعدين كنترول دي شان الغي التحديد بعدين بلغي هذا الشكل اللي ما بديها بظهر عندي الشكل بهي الطريقة اتمنى تكون الطريقة واضحة ما تكون معقدة يعني هي جدا بسيطة تمام؟ بعدين راح احزف هذا الشكل خالص منه راح اروح اجيب اللوغو تبعي لو افطرد انا حملت اي لوجو عشوائي من الانترنت اعمل كنترول تي وبصغر بهذا الشكل طبعا انا ما بديها بهي الالوان يعني راح افكي سمارت اوبجيكت عنه اكليك يمين بالماوس انا واقف على الطبقة بعدين رسترايز بعدين بروح على اداة التحديد الماجيك تول بضغط على اللون الابيض كل شي باللون الابيض بهاي الصورة بيتحدد عندي بعدين بعمل ديليت بعدين بضغط ضغطين على طبقة اللوغو بنزل على هذا الخيار الكلار اوفرلي تمام بغير اللون طبعا بخلينا نفس اللون اللي بدي يابط للتصميم تمام بهذا اللون بعمل اوكي بعمل اوكي برجعوك سمارت اوبجيكت لان انا هلأ راح كبر وصغر اللوغو بنعمله سمارت اوبجيكت مشان اذا كبرنا وصغرنا مايبكسل اللوغو منا كنترول تي بحطوه بالمقاس المناسب لي بعدين كنترول اي بعدين اداة التحريك مشان تصنطره بنص التصميم دائما اعتمدوها الحركة اي شي بتضيفوه على التصميم تبعكن اي عنصر اي كتابة اي كلمة لازم بعد ما تضيفوه اتفعلو او تعملو هاي الحركة اللي هو تتأكد انه بمنتصف التصميم بالعرض او بشكل طولي تمام طيب احطوه يكون بهذا الشكل بعدين راح روح يجيب الاسم تبعي اسحبوه متل ما هو طيب الخط اللي استخدمته الخط اللي استخدمته انا بهذا التصميم هو راح يصغر يظهر غالبا على الشاشة منكتب الاسم بوزن اللي هو مثلا البولد بعدين منكتب الاختصاص تحت منه بوزن ارفع تمام ما يبقى ببولد بهذا الشكل منصغر حجم الخط شوي اسحب هاي شوي لتحت بعدين بروح على اداة الاشكال خيار الشيب تمام فيه على قناتي على يوتيوب راح لكم مجموعة كبيرة من اشكال هاي الشيب الضرورية جدا بتصميمكن او باعمالكن على الفوتوشوب راح نجي لهون راح نلاقي فيه هذا الخيار او هاي الايقونة تمام نحدد عليها بعدين منغير اللون طبعا من خيار الفيل منخليه بلون خلفية ولو استروك مفعل منلغيه نضغط شفت ونسحب بهذا الشكل ونحطه محاذية لاسمي طيب بعدين بنفس الطريقة بروح على اداة الاشكال خيار الشيب وبجيب مسلا اي معلومة بدي اضيفها اي او ايقونة اي معلومة راح ضيفها سواء راح ضيف الاتصال راح ضيف البريد الالكتروني لو افترضي عندي موقع على الويب سايت مسلا فممكن نضيف علامة الموقع على كرة الارضية تويتر فيسبوك اي شيء اي ايقونة راح تلاقوها موجودة مضمن هاي الاشكال الفيديو راح تلاقوه بقناتي على يوتيوب تمام انا اقتصارا للوقت بنفس الطريقة راح نرسمها انا هيكاكم جاهزون عندي راح اجي اسحبه مثل ما هني اللي عندي هون على التصميم حطهم بهذا الشكل تمام طبعا بتأكد انه محازين لبعض يعني الايقونة الاتصال مع الدائرة مع الرقم يبقوا على نفس السطر كيف يعني ما يبقى مسلا والله انا راسم لو افترض انا راسم هاي الايقونة يبقى مسلا شو الرقم هيك طالع شوي لفوق لازم يبقى على محازات الايقونة نفسها تمام ولازم كل معلومة او كل سطر تحت بعض لازم يكونوا على نفس المحازات من عليسار يعني ما يبقى مسلا هيك شوي رايحة هيك شوي وهي رايحة هيك شوي وهي رايحة هيك لازم طب اذا عندي الارقام طلوعه عندي بهادا الشكل او المعلومات كيف بطريقة كتير سهلة اني حددهم بشكل متوازي او محازي على محازات اليسار بحدد الطبقات مع بعض اللي بدي يعملهم المحازات اليسار هي وهاي 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 العنوان والبريد والتليفون والتليفون تمام حددتهم مع بعض بروح على أداة التنقل بضغط على هذا الخيار بحازيل إياهم بجهة اليسار لو افترض بدي حازيلهم بجهة اليمين بضغط على هذا الخيار تمام بهذا الشكل بكل بساطة طبعا سينا نشغل كتير كتير مهمة المفروض أنه نعملها ببداية تشرح أنه نروح على ونحط مسافات الأمان أو خطوط تمام هدول الخطوط نحطهم مشان وقت الطباعة مشان ما يروح هيك جزء نص ميلي أو ميلي بالقص فيفضل ما نحط أي معلومات على أطراف التصميم أو بعض خطوط القايد طبعا منترك مسافة نص سنتي بنص سنتي بنص سنتي بنص سنتي كيف؟ ما أعرف إذا أنتم اللي متابعني بيعرف بس لنفترض في حدا لسه ما بيعرف فمنروح على خيار view نفعل هذا الخيار ونضغط هون نحط بكل خانة 0.5 ونكتب سنتيمتر تمام كرر هيد حركة هون كنترول في كنترول في كنترول في بهذا الشكل وبيطلعوا عندي الخطوط تمام؟ هلا أنا هون جاي اسمي فوق القايد فأنا ممكن نزده شوي لتحت يا هذا الشكل طبعا هننزده كلهم مع بعض مفروض نرتب الايقونات أو الليرات عفوا مشان ما نضيع طبعا أنا بدي اسمي نفس المحاذاة مع الأرقام معلومات التواصل فبعمل هيك يا هذا الشكل تمام؟ هاي الوجه الأول الكرت عنا يعتبر خلص فرح نحطهم كلهم بجروب واحد ونسميه الوجه الأول رح بس أنا بالوجه الخلفي شو عنا بس عنا اللوغو ورح نرسم هذا الشريط أو هذا الخطي اللي تحت رح نجيب اللوغو من الوجه الأول رح نسميه لوجو مشان ما نضيع تمام؟ وننسخه مرة تانية ونسحب يلي نسخناه لفوق أو لبره الجروب الوجه الأول تمام؟ رح نطفي الوجه الأول بس لحنا ناخد اللون مرة تانية بدنا اللون ما ينقفل معون رح نطلع طبقة اللون من بره الجروب الوجه الأول تمام؟ هلأ بقفلها بوقف على طبقة اللوغو كنترول اي أداد المفضول أو أداد التحريك بسنتره بنص التصميم بالطول والعرض ممتاز كنترول دي مشان نلغي التحديد بعدين على أداد الأشكال خيار المستطيل برسم مستطيل بهذا الشكل وبخليه من نفس اللون اللي أنا ما اعتمده بالتصميم كنترول تي برفع شوية بهذا الشكل نحدد عليهم الاثنين مع بعض ونسمي الوجه الخلفي وبس هيك بيكون خلص الشرح تابعا لليوم استنوني فيديو جاي من سلسلة تعلم تصميم كروت شخصية باستخدام الفوتوشوب على قناتي اليوتيوب باقل محمد جرافك ديزاين شكرا لقاكم وصلتوا لهون لا تنسوا تدعموا لي القناة وضبطوها شوية لايكات واشتراكات وشيرات أنا وقل محمد وشوفكم فيديو جاي سلام سلام